المنافسة والتحدي المنافسة والتحدي هم عنوان مجال التسويق العقاري ويعتبر مجال التسويق العقاري من أمتع المجالات اللي فيها قدر كبير من المنافسة والتحدي لو أنت بايع أو مشتري ومهتم بمعرفة مستقبل العقارات في مصر يبقى لازم تخليك هنا معنا خبرة أكثر من 15 عام وصاحب شركة الماسا للتسويق العقاري المسوق العقاري الأستاذ محمد هليل أهلا بحضرتك أهلا بك نورتنا نورك أستاذ محمد مستقبل العقارات في مصر طبعا إحنا كلنا شايفين أن المستقبل العقارات في مصر أنه وراحين ناحية تطور واستثمار طبعا شايفين أن ساعة رايس السيسي مهتم جدا بالتطوير العقاري في مصر من ناحية البندن الجديدة زي العاصمة الإدارية وزي مدينة العالمين الجديدة وزي مدينة المنصورة وزي الجلالة كل الأحاجات دي بتوصلنا رؤية مصر 2030 اللي هي التنمية العقارية مستقبل العقارات في مصر أنا شايفه أنه هو مستقبل مزاهر جدا أولا يعتبر العقارات في مصر تعتبر هي نمو واستثمار آمن بمعنى أنه ما فيش أي فرد فرد أو شركة أو مؤسسة هي بتكون بالنسبة لهم التثمار العقاري ده آمن من ناحية الربح طبعا كل الشركات العقارية المطورين العقاريين رايحين لاتجاه أن هما يستثمروا في العقارات آمن العاصمة الإدارية سحبت كتير قوي من المطورين العقاريين والأفراد في نفس الوقت الأفراد راحوا للعاصمة الإدارية وراحوا للعالمين الجديدة كل ده بيوصلنا أن مستعب العقاري ما فيش اي ركود بالعكس احنا رايحين على في ازدياد بالزبط كده موضوع كورونا اثر علينا شوية بس انا شايف ان 2021 احنا رايحين لمستعب المزدهر للعقاري للعقارات في مصر وخصوصا اهتمام الدولة بجميع الفئات من فئات محدودة الدخل الاسكان الاجتماعي لغاية الفئات الاسكان الفاخر في جميع الجمهورية تمام ايه هو بقى عائد الاستثمار العقاري في مصر عائد الاستثمار العقاري في مصر يعني احنا بندور على الربح احنا النهاردة هنشتري عقار هل احنا هنكسب منه بعد الفترة ولا لا كل ده معنا مكالمة معنا الاستاذ رامي فاروق الو ماستعين نور استاذ رامي ازاي حضرتك ازاي حضرتك ازاي حضرتك الله يسلمك معنا طبعا المصاوط العقاري واستاذ محمد هلال اهلا بيك يا سنة اهلا بيك يا سنة اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يا سنة انا لا سؤالين ولسا باني ربع المخضرات اتفضل اهلا بيك يا سنة اهلا بيك يا سنة اهلا بيك يا سنة مع فايدة البنوك بقت أقل نزل كتير فكل المفروض يتجه للإصمار العقاري إصمار العقاري يعني لازم تختار اللي أنت بتشتريه لازم تعرف أنت هتعمل فيه إيه بعد كده هل أنت هتستثمره هتأجره هتبيعه كل ده بناء على الرؤية الرؤية السوق كلها اللي احنا بنوفرها عن طريق شركات التسويق نيجي نتكلم عن الفقار العقارية الفقار العقارية هي عبارة عن الأسعار ما بتكونش هي في المعادلة الطبيعية بتاعتها أسعار العقارات بتكون مبالغ فيها فبالتالي بتحصل الناس بتتجه أن هي بالضرب فيه مداربات فالعرض والطلب بيحكم أنه بيحكمني في التسويق العقاري عرض والطلب طول ما العرض والطلب فيه مهتزاز بيحصل فقار عقارية بس أنا بشوف أن في مصر ما فيه فقار عقارية ليه عشان احنا العدد بتاعنا كبير تاني حاجة تنوع في وقت الشعب ما بين مستوى داخل متوسط ما بين مستوى مرتفع كل ده بيخلي عندي تنوع في العقارات الموجودة في مصر فالفقاعة وممكن يحصل فيه ركوت لكن كأننا يكون عندي فقاعة عقارية أو يعني مشكلة في العقارات إن ما فيهش بيع ولا شراء لأ فيه بيع وشراء بس هو في حالة ركوت شوية وعشان تنوع الفئات الشعب اللي هما بيشتروا طيب تمام إيه هي المناطق اللي فيها استثمار عقاري جيد في مصر هو الاستثمار العقاري جيد في مصر بيختلف حسب المستوى اللي بيشتري يعني إحنا لو تكلمنا مثلا على المستوى اللي هما بيدوروا على الرفاهية نشوف إن السحر الشمالي والسخنة فيهم طبعا استثمار عقاري كويس طبعا الدولة متجهة زي ما قلت لك العلماني الجديدة ده مدينة من المدن اللي هي هتنافس دبي واخد استثمارات كبيرة أوي في استثمار عقاري كبير أوي وأغلبية المستثمين بيفكروا فيها العائد بتاعها على المدى الطويل هيكون عائد كويس إن شاء الله إيه هو بقى التسويل عقاري؟ الموضوع ده كبير الموضوع ده كبير هو التسويل العقاري إحنا كنا بنتكلم يعني هو معروف التسويل العقاري سمصار أيوة السمصار هو معروف إنه عنده شقة أو عنده أي وحدة هو بيجيب البيع والمشتري بيبيع له الوحدة وبياخد الأمولة بتاعته من البيع والمشتري التسويل العقاري اختلف بالتطور بمعنى دلوقتي كل شركات التسويل العقاري بتسوى الوحدات الخاصة بشركات التطوير العقاري الشركات اللي بتبني مشاريع بس؟ لا هو نوعين التسويل العقاري نوعين بس هو احنا شغل للتسويل العقاري نفسه الأساسي إنه احنا بنتعامل مع الشركات التطوير العقاري إنه احنا بنسوق لهم الوحدات الخاصة بتاعتهم تمام فايدة للشركة التطوير وفايدة للتسوير العقاري بمعنى أولا شركة التطوير العقاري اللي هي المسؤولة عن المشروع اللي هي بتبنيه هي بتوفر التكاليف بتاعتها وبتزود حجم الانتشار بتاع المشروع هي لو هي عندها عشر موظفين شغالين في التسويق هي لما تمضي مع كل شركات التسويق أو أغلب شركات التسويق العقاري في مصر فهي بتوسع قاعدة الانتشار بتاع المشروع وبالتالي المشروع بتاعها بينتشر أكتر زي الإعلانات الممولة بيبقى فيها انتشار أكتر هي نفس الفكرة بالضبط احنا شركات التسجيل العقلية بتعتمد أنها يتوفر المنتج أو الوحدة أو المشروع الكويس اللي احنا نقدر نروجله وفي نفس الوقت مع الترويج ده بنجيب عملة العملة دي احنا بنكمل معهم ونوديهم الشركة اللي هم يشترون الناحية التانية اللي هو بقى السمصر العادي خالص اللي هو انت عند حديك شقة مثلا عايزة تبيعيها بتتواصل مع الفريق عندي فريق التسويق بتعريد الشقة احنا بنشتغل عليها بيبقى بنسبة لك فايدة انك انت الفرصة بالضبط أمان فرصة البيع للواحدة بتاعت حضرتك بتبع أكبر احنا متخصصين في التسويق بنعرف نعمل إعلانات بنعرف نسوق الواحدة فين على مواقع التواصل على إعلانات ممولة يعني عندنا كذا كذا طريقة للتسويق الفرق بقى بين السمصر والوسيط العقور كمم زي ما قلتلك هو السمصر بتبع معلوماته محدودة بيتحكوا علينا على فكرة لا 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 السمصر أنا أقول لها حضرتك موقف يعني أنا كنت راه أشوف شقة فهو عرض علي ثلاث شقة مش المواصفات اللي أنا عايزيها اللي هو السمصر اللي احنا عارفين اللي هو بيبقاعد على الكرسي في الشارع بجلبية على الكرسي في الشارع بجلبية وأنا عندي شقة طب المواصفات اللي أنا عايزيها واحد اتنين تلاتة بيقول لي آه بروح ألاقيها مختلفة تماما غير اللي أنا عايزيه عشان ياخد المبلغ اللي هو بياخده تمام فصي حضرتك هو ده السمصر الطبيعي اللي هو كل الناس عارفة أن السمصر مروح الشغل لنا تمام لأ إحنا عندنا بنشتغل أولا حضرتك عشان تتعامل مع أي شركة تسويق أو أي سمصر لازم يكون لي كيان بمعنى ليه إعلانات كتير معروف في السوق كل ده حضرتك قبل ما بتروح تتفرجي على حاجة لازم بيبقى متواصل مع حضرتك أي حد من فرين المبيعات موجود بيتواصل مع حضرتك بيبعت لك البيانات بتاعت الشقة سعرها مكانها سوال ليها كل الداتة بتبقى متفرعة عند حضرتك بحيث أنك أنت ما تتحركيش من مكانك والمواصفات اللي أنا عايزيها كمان مقربة ليها بالضبط كل ده بيكون بدون أي مقابل إحنا تسويق لما تتم البيعة آه فيه اتفاق بيكون فيه اتفاق على نسبة معينة بين البايع والمشتري من البايع والمشتري إحنا بناخدها بعد ما نتم البيعة مفيش كلام بقى إن أنا أخد رسوم معينة مفيش كلام إن أنا أخذك أفسحك في خمس ست شواء مفيش الكلام ده خالص وما بتطلعش هي خالد بتطلع حاجة تانية ما أنا بقول لحيك هو ده يتوقف على الشركة أو اللي أنت بتتعامل معها هو السمصار بيبقى معلوماته محدودة بناء على اللي هو بيسوقه في منطقة معينة في عمرة معينة لكن التسويق لكن إحنا عندنا في الشركة عندنا فريق تسويق عندنا داتا كتير مثلا إنت لو احتجتي حاجة مثلا في التجمع بنعرف بناخد منك حديقة عايزة إيه بالضبط وبنجيب لك اللي أنت عايزة أو قريب من اللي أنت عايزة بحس إن إحنا ما نضعيش وقتنا ولا نضعيق وقتك تمام إزاي أكون مسوق عقاري ناجح وشركة تسويق ناجح؟ هو طبعا لازم نمر واحد المصدقية المصدقية أنا باكتسبها من الشغل والإعلانات والتسويق بتاعه بمعنى أن أنا لازم أول حاجة أكون صريحة مع العميل تمام لما أكون صريحة مع العميل هو العميل اللي هاسق فيه أكيد أه العميل اللي هاسق فيه هقدر أن أنا أوفله أحسن حاجة بمعنى مش يعني بجيب له اللي هو عايزه بالضبط في الإطار اللي هو المبلغ بتاعه بعرف هو حدوده كام عايز إيه بأخذ منه كل التفاصيل وفي نفس الوقت أنا ملم بكل السوق وعندنا المعلومات الكاملة اللي أنا بوفر عليه اللي هو مشاقة اللف وهو مش هيقدر يجيب اللي هو عايزه غير عن طريق حد موسوق منه فأنا التسويق العقاري ده بيتوقف على المصدقية تمام المصدقية بيني وبين المستسأل البايع أو المشتري هو ده اللي بيوصلنا لمرحلة اللي احنا بننفذ الديل اللي هو طالبه مني أو بجيب له اللي هو عايزه طيب اي هي مهام المصوق العقاري؟ المصوق العقاري زي ما قلتلك هو مهمته اول حاجة انه هو بيجيب الوحدات اللي هي معروضة للبيع عن طريق المطور العقاري أو عن طريق الوحدات للرسيل اللي احنا بننفذ عليها اللي هي من اي حد عارض وحدته نمر واحد ان احنا بنختار الوحدات المميزة بنشتغل عليها عن طريق الاعلانات عن طريق آآ كذا طريقة معارض بننزل معارض بعد كده بنوفر المشتري للوحدة دي بنعرض عليه طبعا كل الوحدات اللي معروضة دي بتكون عن طريق بيكون باتفاق مع البايع البايع بيكون هو المحدد السعر المصوق العقاري مانوش دعوه بالسعر او انا بحدد انا عايز حاجة انا بس بقوله اتجاه السوق كام والمنطقة اللي انت عارض فيها الوحدة دي بكام انا مليش دخل بالسعر الصاحب الوحدة هو اللي بيارد السعر احنا بنشتغل على كده بيوفر لنا هو الداتا بيوفر لنا البيانات طبعا بنتأكل من الاوراق القانونية للشقة او لأي واحدة بنشتغل عليها لازم تكون اوراق سليمة دي برضو ميزة في المكاتب يعني دي ميزة في المكان ناف بص حديث هو المصوق العقاري بيكون ضامن البيع بمعنى كلنا بنستفيد البايع بيستفيد المشتري بيستفيد المصوق العقاري بيستفيد كلنا ربحانين اللي بيتدور المصوق العقاري او المصورة اللي بيدور على المكسابه بس ده ما بيكونش صادق وبتكون بالنسبة له العمر بتاعه قصار في السوق فعلا طب ان نصيح العامة للمشتري العقاري تمام هو طبيعي جدا اي حد يشتري لازم يكون مطلع بمعنى لازم تبع انت عارف انت عايز شري ايه يعني انت ما تجيش تقولي انا عايز اشري شقة طب انت عايز اشري فين البدجت بتاعك او المبلغ اللي معاك كام حدود مستوى الوحدة اللي انت عايزة متشطبة او مش متشطبة كل الكلام ده انت لازم تبع انت عارفه قبل ما تشتري في نفس الوقت انت بتجيلي انا بوفلك اللي انت عايزه في الحدود يعني ما تجيليش واحد مليون جنيه مثلا بيقولي انا عايز اشتري حاجة مثلا بتجمع ما هو الاسعار بتحكمني او المبلغ اللي معاك بيحكمك فعشان كده لازم المشتري لازم يكون متطلع بالسوق وقبل ما يجيلي يكون عارف يكون عارف الاسعار او متوسط الاسعار يكون عارف المناطق يكون عارف مستوى التشتيب يكون عارف هيشتري فين يكون محدد اتجاهاته عشان انا قادر اوفاله لو عايزه نصيح برضو عامة للبائع العقار هو طبعا البيع يهمه المكسب البيع يهمه انه هو يستفيد اقصى استفادة من الواحدة اللي عنده او المشروع اللي عنده فبالتالي هو لازم يشتغل على كده انه هو يدي للمسوق العقاري الواحدة دي هيوفله عدد كبير من المشتريين اللي هم مهتمين بالعقار ده هيبدأ يشتغل معاه انه هو يسوق التسويق اللي هو عن طريق التواصل لإعلانات كل الكلام ده بيوصلنا في الآخر انه انا ببيع الواحدة دي وكل ده برضو بيكون هو كل موضوع التلقص في الثقة بيني وبين العميل البيع او المشتري تمام يعني انا لو عايز اشياء انا مش هروح للسمسرة انا هجلكنتم هتعملوا لي خاصة طيب وهم برضو السمسرة برضو شغالين وناس برضو كويسين بس هي معلوماتهم بتكون محدودة من زي احنا شركتنا احنا عندنا سيستم عندنا فريق تسويق فريق مبعاد فريق خدمة عملاء ايوا انا بتكلم ان هي فيها امان يعني انا لما يعرض عليه شقة مثلا بنص مليون واكتشف ان الشقة دي اصلا مش بتاعة الحد اللي هو جايبه يعني انا ما دي طبعا احنا كنت حدد طبعا احنا المشاكل كتير في السوق عشان كده يعني انا بطالب ان الدولة لازم تقني الموضوع التسويق العقاري ولازم ومش اي حد يقول انا سمسار ما ينفعش ما ينفعش يعني هو لازم يبقى احنا فيه رخصة فيه دورات تدريبية لازم الدولة تعمل لنا كيانات ان احنا نقدر نتكلم واحنا معانا مرخصين من الدولة الدولة مرخصة لنا تصريح مديانا واخدين دورات لازم الكلام ده كله لازم الدولة تهتمي بي عشان نقدر احنا بنساهم في التسويق في التطوير العمراني والعقارات برقم مش قليل احنا شركات كتير تسويق كلنا بنبيع لو الشركات دي معرفت يعني احنا معرفناش نشتغل يبقى يبقى فيه مشكلة في التسويق العقاري وفي العقارات نفسها فاحنا يعني جزء من المنظومة لازم الدولة تهتمي بينا ولازم تعمل لنا كيانات ولازم تعترف بالتسويق العقاري وتدينا ما يؤهل ان انا قادر اتكلم اي حد يكلم معي يقول له اه انا معي رخصة من الدولة انا معي تصريح ان انا قادر اشتغل مصوق العقاري طيب تمام نبذى بقى عن شركة الماسا للتسويق العقاري هي شركة الماسا من ضمن شركات التسويق اللي هي بتهتم في التسويق العقاري في السخنة والسحر وعصام الادارية والتجمع ومدينتي والرحاب احنا عندنا فريق من المباعات وفريق من التسويق وخدمة عملة احنا بنشتغل مع شركات التطوير على المشاريع عندنا سيستم نمرة واحد عندي الثقة مع العميل وان انا باخد العميل مش ببيع له بيعة وخلاص بينتهي الموضوع لا احنا بنتواصل مع العميل بعد البيعة اه بنتواصل معي لو عنده اي مشاكل يعني احنا مش بنسيب العميل او مش بنسيب البيعة مش خلاص انا سلمتك لا لا خالص لا احنا بنفضل مع العميل كل ده بيدي مصدقية للعميل وبيخلينا انا طول ما لما تواصل معاه هو منين يحتاج أي حاجة وهيجيب لحضرتك برضو شغل تاني بالضبط بالضبط احنا شغلنا بيتوقف على طبعا زي ما قلت حقيقة الداتة اللي عندي عندي كمية المعروض كتير في السوق انا باختار الوحدات اللي هي مميزة بشتغل عليها وفي نفس الوقت في المناطق اللي هي فيها شغل او فيها طلب كبير للمشترين طلبين فيها يعني طلبين يشتروا في الأماكن مميزة وأماكن في كذا مكان كده في القاهرة هم معروفين في نفس الوقت فيه عقارات طبعا فيه في المناطق غير المناطق المدن الجديدة احنا شغالين في مثلا مصر جديدة وانسين هو رقم التليفون بتاع حضرتك نازل على الشاشة عشان برضو لو فيه حد حابب بيتوصل مع حضرتك او لو عايز في اي مكان من الحضرتك بيتكلم طريقة التعامل بقى بين شركة التسويق والبائع والمشتر هو طبعا احنا بنحدد اطار احنا بنتفهم مع العميل انه هو احنا بناخد نسبة بعد البيع طبعا احنا بنشتغل مع عميل البيع اللي هو عارض وحدته انا بعارض له اللي هو عايزه عايز بالسير ده انا كل ما فيه ان انا بديله النصيحة يبيع دلوقتي ما بيعش دلوقتي ممكن يأجل البيع بعد سنة سنتين لا يبيع وياخد في مكان تاني السير العادل للوحدة احنا عندنا برضو ان احنا بنأيم العقار مش ما نعرضش اي حاجة غير بالسير العادل عشان تتباع ما ينفعش ان اشتغل على حاجة وهي مش هتتباع تباع غالية تباع متى غالية هو ده اللي احنا بنكلم فيه ان المسوق العقاري بيكون يعني هو الاستشاري الاستشاري للبايع نفسه واللي هو بيحاول يجيب له اعلى استفادة في مقابل ان انا بياخد نسبة فانا بالنسبة لي ان انا اجيب له يعني اقصى مكسب او اقصى ربح عشان انا استفيد المطلوب من الدولة لتطوير مجال التسويق العقاري وشركات التسويق اوه اما زي موضح اليك هو يعني احنا لازم الدولة تعمل لنا كينات وتدينا تصريح ان انا مسوق عقاري او شركات تسويق وانه هي لازم تقنن شوية اللي يخشه في السوق العقاري عشان المشتري يتطمن والبايع يتطمن المشتري يتطمن والبايع يتطمن لما يروح لشركة عندها سجل وعندها بطاقة وعندها تصريح من الدولة إنها تشتغل وإنها عندها مقر معروف وعندها فريق مبيعات وإعلانتها معروفة في السوق وإسمها معروف كل ده بيدي مصداقية للشركة عشان كده المفروض الدولة تهتم شوية بالموضوع التسوير العقاري والمسوقين إحنا عدد غير طبيعي المسوقين العقاريين والشركات العقارية فكل ده عشان يعود بالنفع على الدولة طيب نصيحة من حضرتك بقى لي والغيري لو أنا رايحة أشتري إيه الحاجات اللي أنا ممكن أعملها عشان أبقى عارفة إن الحاجة دي تأمينة حضرتك تمر واحد تشوفي الورق لازم حد متخصص في الورق ورق الواحدة اللي أنت تشتريها لازم تتأكدي إن الورق سليم طبعا تريد متخصص محامي أو أي حد ما بيفهم في موضوع العقارات تاني حاجة لازم تدرسي الموضوع كويس تشوفي أنت بالنسبالك العقار ده هينسب ليك ولا مش هينسب ليك ممكن يبقى سعره كويس ما ينسبش حضرتك ممكن يبقى سعره عالي تلاقي فيه مشاكل في التصريح في التلخيص طبعا نحن داخلين دوقتي الدولة بتعمل تصالحات ولسه كان فيه موضوع كرسة في الهرم على الدائري عمارة 14 دور عايز أقول لحضرتك أنك كان نفسي أكتم بالله كان نفسي فعلا أخذ شقة في البرج ده طب الحمد لله والله بجد ده قدر فعلا كان تحف أن عارفة البرج ده كويس جدا أنا رحت عملت بس مباشر من هناك وهو بيولع تلات يام كانت حاجة صعبة وفي الآخر العقار وقع طبعا الناس اللي هما سكنين في العقار طبعا في رصة مراحت كل ده مشكلة سبب أنهما ماهتموش بالورق تطمنوا أن فيه تلخيص الناس بتشتري وخلاص دي كل ده غلطة اللي بيشتري مش غلطة اللي بيبني اللي بيشتري لازم يكون متأكد أن العقار مرخص الأرض مرخصة المباني سليمة دلوقتي معظم المباني ما فيهاش تلخيص ما هو الدولة خلاص الموضوع ده انتهى احنا دلوقتي الدولة كلها قرنة الموضوع ده التصريح بتتراجع حتى اللي تلع لهم التصريح بيتراجع معاهم وأظن احنا رايحين عشان كده الدولة رايحة للمدن الجديدة وهي المسؤولة عن التطوير العمراني المدن الجديدة دلوقتي طالعة بسيستم معين ما فيهاش مخالفات ما فيهاش بنية تحتية طبعا مهتمين بنية تحتية كويس جدا كل ده ان شاء الله المستقبل بتاع العقار في مصر أستاذ محمد انت نورتنا الله يخلي وقبل ما اختم حلقتي عزيمة الابطال وليد حارب السرطان بعد 30 عملية جراحية وتم بتر رجله بس هو انتصر على المرض انا بحييك يا وليد وبقولك انت قد التحدي وانت قوي وانت راجل كويس جدا وبرضو أستاذ محمد هلال بحيي حضرتك وبيقولك انت قد التحدي شكرا لكم عزيز المشاهدين وانتظرونا في حلقة جديدة خليك هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة